موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين سلامي إلى بدر أتم فسلم وأخفى شعاع الشمس حين تبسما سألت من النوق التي آمنت به قالت مليحا بالبرايا معظما قلت لها يا نوق أين دياره قالت نعم أرض البقيع وزمزما قلت لها ما الإسم قالت محمدا شفيعا لمن صلى عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم مع قصة اليوم وموقف كان مع رجل من الأنصار عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد هذا الرجل وكان يسمى أبو أمام الأنصاري لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد في وقت غير وقت الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باستمالة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف حال الرجل لأنه عندما نظر في وجهه بفراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علامة جلوسك في المسجد في وقت غير وقت الصلاة فقال له يا رسول الله هموم لزمتني وديون عندي هموم وعند ديون أما الواحد يكون مهموم بيظهر ذلك في وجهه والهم هو الانشغال على أمر مستقبلي الأمر المستقبل زي الواحد يبقى مهموم على أولاده الآن عليهم خايف مشغول بما يحدث في الغد ده الهم بخلاف الحزن الحزن هو الانشغال أو الحزن على أمر قد مضى يعني فيه فرق ما بين الاثنين فبيقول له هموم لزمتني وديون هموم لزمتني وديون فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يدي لأبو أمام العلاج يعني عشان خاطر نغضحنا كمان لو حد مهموم أو عنده أمر في حياته يعني شغله قوي ممكن أنه يلتذم بما أعطى به النبي صلى الله عليه وسلم العلاج للأبي أمام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما يرفع عنك همك ويقضي عنك دينك أقول لك علاج يرفع عنك الهم ويقضي عنك الدين تعالي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال بلى يا رسول الله سيد نبو مم عايز إيه العلاج اللي يخرجوا من هذا الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت وإذا أمسيت يعني في الصباح وفي المساء إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل هاي أولي بقى فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غلبة الدين وقه الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن لكن الدعاء كتير مننا حفظه ولكن بيغفل أننا الإنسان يذكره يعني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يقول سيدنا أبي أمامة بعد أن ذكر هذا الأمر له النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما إن التزمت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورفع الله عني همي وقضى عني ديني شوف بقى الالتزام بالمنهج النبوي وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عندما التزم بهذا الدعاء في الصباح وفي النساء رفع الله سبحانه وتعالى عنه الهم وقضى عنه الدين ما أحوجنا في هذه الأيام أن يلتزم الإنسان بالدعاء بهذه الصيغة مثلا إذا كان مهموما أن يقول اللهم إني أعوذك من الهم والحزن وأعوذك من العجز والكسل وأعوذك من الجبن والبخل وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن أهمية الدعاء فهذا نوع من الدعاء الذي من الممكن أن يتحدث به الإنسان أو يتضرع به الإنسان لله سبحانه وتعالى صباحا ومساء هل هناك أمور أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ترفع الهم نعم الاستغفار يرفع الهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب ده الاستغفار يفتح أبوابا كثيرة ويفتح أبوابا الخير كلها لما تيجي واحد يجي لأحد الأئمة يقول له كل شيئا فإني مهموم قال استغفر الله أريد أبناء قال استغفر الله أريد رزقا قال استغفر الله قال أفي كل أمر يقال بالاستغفار قال نعم ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هكذا هو الاستغفار فالاستغفار يرفع الهم كذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان عندما يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله سبحانه وتعالى عنه الهم ده بدأ من حديث سيدنا بي بن كعبي لما جل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاة يا رسول الله طب أجعل لك من صلاة التلت ولا التلتين ولا النص لغاية ما قال في الآخر سأجعل لك صلاة كلها عليك يا رسول الله أو لك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك همك إذن يكفيك همك وفي رواية ويقضى عنك دينك يبقى يكفيك همك معناها أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت من من يكثر من الصلاة على رسول الله إذن يرفع الله سبحانه وتعالى عنك الهم أمور كثيرة عندما يتعلق الإنسان فيها بالله سبحانه وتعالى عندما يرمي أو يجعل أو يحمل أمره على الله سبحانه وتعالى إنما يرفع الله سبحانه وتعالى عنه الهم ويقضي عنه الدين ويكشف عنه الغم الغم يبال إنسان لا في عنده هم ولا عنده حزن ولا عنده غم ويكون بذلك سعيدا واسمع ما قيل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر فإن الفارج الله واسمع أيضا ما قيل داقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فعلا بأن الفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى ولكن يحتاج منا إلى أن يكون عندنا يقين وأن نحمل أمورنا كلها على الله سبحانه وتعالى نتوكل عليه نحقق التقوى وهي كما قلنا ثمرة الصيام ونكون مع الله سبحانه وتعالى في حركاتنا وفي سكناتنا وهذا يتحقق بقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل هذه الأمور إنما هي لله فإذا جعلت أمورك كلها لله سبحانه وتعالى كان الفرج وكان المخرج من كل أمر من أمور هذه الحياة الدنيا نختم بسؤال حلقة اليوم والسؤال نقول فيه أن الأشهر الحرم عددها أربعة قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السنوات والأرض منها أربعة حرم فما هي هذه الشهور الأربعة فما هي هذه الشهور الأربعة الشهور الأربعة ليها الشهور الحرم هي من الشهور الهجرية فما هي هذه الشهور الأربعة وما ترتيب شهر رمضان بين الشهور الهجرية يبقى أنا عايز الشهور الأربعة اللي هي الأشهر الحرم وهي ترتيب شهر رمضان ما بين الشهور الهجرية ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيامة وصالح الأعمال وأدعو الله عز وجل أن يصلح لنا أمورنا وأن يرفع عنا الهم والحزن والغم وأن يجعلنا من السعداء في الدورين في الدنيا والآخرة وأن يجعل بلدنا مصر آمنة مستقرة وسائرة بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته